سبع من الجياد المستوردة ثئل من الجياد الانتاج المحلي يتنافسون على شوط السابع الجياد جاهز لانطلاقة شوط السابع الحواج ذروف أند ريسنغ انطلق شوط السابع على كاس الحواج من مسافة الميل بمشاركة سبع من الجياد الانتاج المحلي هندكاب ينطلق من صفر إلى خمسة وأربعين بانطلاقة صفوهي التي تتصدر السباق بينما تخطف الصدر الآن من قبل بورشمنت الذي انطلق من البوابة الأخيرة البوابة السابعة إذن هو الذي يتصدر السباق يلحق به ثانيا نوناليكا دولية مع الفارس أندرو إليد صفوه في المركز الثالث بينما المركز الرابع أليخندرو شواج في المركز الخامس شامخ سادسا وأيضا نوناليكا نبراس في آخر الجياد إذن نعود إلى المركز الأول والصدار مع شعاري فيكتوريس عبد الرحيم جاسم مع بورشمنت هو الذي يتصدر السباق المركز الثاني دولية مع الفارس أندرو إليد بالشعار سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى الخليفة المركز الثالث بمحاذاة السيار صفوه مع الفارس عبدالله فيصل أليخ أندرو بالشعار العاديات في المركز الرابع شواج بالشعار النواي في المركز السادس والمركز السابع هناك أيضا حتى الآن نبراس هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية والانتثال الصدارة والانطلاق حتى الآن مع بورشمنت المركز الثاني هناك انطلاقة صفوة مع الفارس عبدالله فيصل ومن وسط الجيال نالك انطلاقه علي خاندرو مع الفارس جرالد موسي الذي يبحث عن اول انتصاراته في هذا الموسم اذا صفوة هي التي تتصدر الشباق عبدالله فيصل يبحث عن السوبر هاتريك في هذه الامسية ومن جانب السياج انطلاقه دي شامق لكن صفوة هي التي تتصدر الشباق محاولات ايضا من قبل علي خاندرو لكن صفوة الى كأس الحواج لهذه الامسية اذا صفوة هي بطلة شوط السابع على كاس الحواج المركز الثاني المركز الثالث يبدو ليشامخ والمركز الرابع شواش